كمان نبدأ يعني فقراتنا كمان مع الصحف لان كمان عنوان الصحف هتدي لحضراتكو انطباع عن الدوريات الاوروبية كانت ماشية ازاي هنبدأ مع حضراتكو باهم الصحف وعنوين الصحف العالمية للدوريات الاوروبية يلا بينا نبدأ جولتنا مع ماركة الاسبانية اللي نشرت طبعا على غلفها فوز ريال مدريد 2-1 على اتليتيكو بلباو في لقاء تم تقديمه في الدوري الاسباني عن تقلق كمان كريم بنزيمة بتسجيله هدفين الصحيفة كتبت طبعا مضاد للفيروس يتكلم على بنزيمة انه بيجعل ريال مدريد متصدر اكتر بالفوز في طبعا في جدول الدوري الاسباني رغم غياب 11 لعب نشرت على غلفها ايضا هزيمة اتليتيكو مدريد امام غرناطا بهدفين مقابل هدف وكتبت اعياد ميلاد ماريرا لسه في اسبانيا مع موندو دي بورتيبو الاسبانية اللي اهتمت بالصفقة طبعا فيران توريس وكتبت اغلاق اغلاق صفقة توريس في اشارة طبعا الى نجاح برشلونة في ضم لعب منشستر سيتي اهتمت الصحيفة كمان بفوز ريال مدريد على اتليتيكو بلباء وكتبت سنائات بنزيمة في سلاس دقائق الصحيفة كان كمان مهتمة جدا بمنفاوضات النادي الكتالوني مع عثمان ديمبلي وكتبت ديمبلي ووكيله يفاوضان للتجديد طبعا عثمان ديمبلي لعب برشلونة بيفاوض لطبعا تجديد عقده مع برشلونة زي ما أقول لحضراتكو جافي في الاسابيع الاخيرة او في خلال الاسابيع الكمان اللي جاية بيحاول بقدر الامكان انتشال برشلونة فيه طبعا فيه الدور الاسباني بشكل كبير جدا بطبعا تجديد عقود بعض اللعبها المميزة على رأسها طبعا عثمان ديمبلي وكمان قدوم بعض الصفقات الجديدة طيب نروح لفرنسا مع حضراتكو وجريدة لكيب الفرنسية اللي اهتمت بتعادل لوريان أمام باريس سان جرمان بنتيجة واحد واحد وكتبت طبعا انها هدية طبعا تصويبة كبيرة كدا من إيكاردي بالرأس وهتمت كمان بتعادل أولومبيك مارسيليا أمام استاد ريس بالتعادل الإيجابي واحد واحد الصحيبة الفرنسية كمان اهتمت باللاعب بنجامين مندي لاعب طبعا المين سيتي وقالت مندي طبعا متهم بجريمة اختصاب جديدة طبعا دي على عنوان صحيفة اسبانية كبيرة طبعا زي صحيفة دي بورتيبو الاسبانية طيب نسيب اسبانيا ونروح لإيطاليا كمان صحيفة كبيرة كوريد الاسبورت الإيطالية اللي اهتمت بفوز انتر ميلان على تورينو واحد سيف وطبعا فوز الميلان على انبولي بنتيجة اربعة اتنين هزيمة نابولي كمان وكتبت انتر ميلان طبعا بيدوس على السرعة يعني الانتر دايس زي ما بيقولوا كده دايس بنزين ونابولي يسكت امام سيزينيا وميلانو واحده يقاوم وفاز على انبولي بنتيجة اربعة اتنين اهتمت كمان بكاس الامم الافرقية عشرين واحد وعشرين بالكاميرون وكتبت الكاف يتحدى وكاس الامم سيلعب الصحيفة كمان اهتمت بنادي يوفينتوس وكتبت يوفينتوس بحاجة الى مهاجم لسه في ايطاليا مع توت سبورت الايطالية اللي ركزت على فوز انتر ميلان على تورينو واحد سيف وابتعاده طبعا وابتعاده في صدارة الدوري الايطالي وكتبت هروب انتر ميلان اتحدثت كمان الجريدة عن سوء الانتقالات يوفينتوس والبحث عن هداف وكتبت يوفينتوس يحصل على هداف مفجر يعني هداف كبير الصحيفة اهتمت كمان بفوز ميلان على انبولي اربعة اتنين وزي ما قلت حضراتكو هزيمة نابولي امام سيزينيا واحد سفر كتبت ميلان هنا مجددا وسيزينيا كبير طبعا ده على مستوى الصحف العالمية وصحف الخاصة على البطولات الاوروبية وزي ما قلت حضراتكو خاصة على مستوى الدوري الاسباني خلاص ريال مادريد عنده مشاكل مع فيروس كورونا لكن في اعتقادي الشخصي يمكن ريال مادريد يعني بيحسم الدوري الاسباني بشكل كبير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة